بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الفرض الثاني للفصل الأول في الرياضيات للسنة الثالثة ثانوي لقم واحد أنصح بشعبة العلوم التجربية والتقني الرياضي والرياضي لأنه تمرين رائع حيث قال واحد روماني لتكن الدالا جي المعرفة على آر كما يلي جيلي إكس تسعين واحد ناقص إثناني في إكس في أسية ناقص إكس قال أدرس اتجاه تغير الدالا جي ثم استنتج إشارة جيلي إكس إثناني روماني قال نعتبر الدالا آف المعرفة على آر كما يلي آف لإكس تسعين إكس زائد واحد في واحد زائد إثناني في أسية ناقص إكس قال سي آف التمثيل بياني للدالا آف في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجنس أو إي جي حيث عندنا طاولة إي تسعين واحد وأكيد طاولة جي تكون تسعين واحد لأنه متعامد ومتجنس قال واحد أحسب لمت أف لإكس لما إكس يؤل إلى ناقص ما لنهاية ولمت أف لإكس لما إكس يؤل إلى زائد ما لنهاية قال أدرس اتجاه تغير دالا آف ثم شكل جدول تغيرتها إثناني ألف قال بيان أن لمت أف لإكس ناقص إكس لما إكس يؤل إلى زائد ما لنهاية تسعين واحد دقيق جيدا ثم استنتج معادلة لدالتا ما هو ذلك دالتا؟ هو المستقيم المقارب المائل للمنحنة CF أكيد بجوار الزائد من النهاية باقى الأدرس وضعية المنحنة CF بالنسبة إلى المستقيم دالتا ثالثا قال أثبت أن المنحنة CF يقبل ماماسا وحيدا تي يوازي دالتا يطلب تعيين معادلة له ثم رابعا قال باستعمال المنحنة CF أكيد هنا يوجد لنا سؤال خفي الذي هو أرسم CF قال عين قيم الوسيط الحقيقي M حتى يكون للمعادلة F6X زائد M حلين مختلفين يعني لإجابة على هذا سؤال مناقشة البيانية يجب أن نقوم برسم منحنة CF في المعلم المتعامد والمتجنس OEG إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل نقطة بنقطة نطلق أبنائي في الإجابة على الجزء الأول الذي هو أدرس اتجاه تغير دالة G إذن نكتب هنا دراسة اتجاه تغير الدالة التي اسمها G هنا لما يقول أدرس اتجاه تغير ما علينا إلا أن نفكر في المشتقة وإشارتها ونقول دالة متزيدة في المجال ومتناقصة في المجال دقيقوا أولا نقول الدالة G كيف هي قابلة للاشتقاق على ماذا؟ على R وماذا؟ ودالتها المشتقة تصبحنا G فتحة لX يساوي أولا ما هو مشتقة الواحد؟ مشتقة الواحد أكيد هو الصفر ناقصة لاحظوا هنا يا أبناء ركزوا هنا يوجد لنا جداء دلتين دالة E وعندنا دالة ماذا؟ دالة V نحن نعلم أن E عفوا E في V مشتقة جداء دلتين يساوي مشتقة الأول في الثاني زائد مشتقة الثاني في الأول يعني مشتقة هذه ليناقص 2X أكيد نفتح قوس هو 2 مشتقة الأول في الثاني زائد مشتقة الثاني معناه مشتقة أسية ناقص X ما هو؟ هو الناقص أسية ناقص X مشتقة الثاني في الأول وهو 2X يقول أحدكم يا أستاذ ناقص لا ناقص قلت تركته خارجا يعني وضعت هنا هكذا هذا الناقص تركته خارجا أعيد إذن فتصبح لنا تساوي الآن نترك الناقص ونلاحظ تصبح لنا هكذا 2 في أسية ناقص X وهذا مع هذا تصبح لنا ناقص ماذا؟ 2X في أسية ناقص X هكذا تصبح لنا تساوي ندخل الناقص ننشر هذا ناقص تصبح لنا ناقص 2 في أسية ناقص X ثم هذا في هذا تصبح لنا زائد 2X في أسية ناقص X نستخرج الأسية عامل مشترك من هنا ومن هنا كعامل مشترك تصبح لنا ناقص 2 زائد 2X في أسية ناقص X نرتب الآن تصبح لنا G فتحة ل X تصبح لنا بعدما نرتب يعني تصبح لنا هكذا 2X ناقص 2 في أسية ناقص X هاته هي ماذا يا أبني؟ إنها المشتقة الآن بعدما وجدنا إشارة المشتقة ما علينا إلى أن ندرس إشارة المشتقة بعدما وجدنا نقول الآن إشارة G فتحة لX من إشارة ماذا؟ من إشارة 2X ناقص أعفوا قلت 2X ناقص 2 لأن ماذا؟ لأن السية ناقص X إنها قيمة مجبة تماما هذه مهما كانت إنها قيمة مجبة تماما فماذا ينتج يا أبني؟ ينتج لنا هكذا دقيقوا أرجوكم نقطة نقطة الآن معناه نضع جدوى الإشارة بسيط ها هو أمامكم لاحظوا الذي به نعطي ماذا؟ نعطي إشارة G فتحة لX لاحظوا إذن إذا وضعنا هذا الأمر هنا عندنا هكذا وعندنا من هنا ودائما أنصحكم باستعمال الأدوات المدرسية إذن عندنا X من ناقص ما لا نهاية إلى غاية الزائد ما لا نهاية من هو المسؤول هو هذا الذي هو إنه 2X ناقص 2 عندنا 2X ناقص 2 يساوي 0 ننقل هذا إلى هنا سبحنا 2X يساوي 2 ومنه X يساوي 2 على 2 أي ماذا؟ أي أن X يساوي 1 إذن تنعدم عند 1 نضع هنا رمز وهنا بما أن عبارة من الدرجة الأولى هنا نقول نفس وهنا عكس ما نهاية تصبح لنا زائد ناقص وتأتي الآن إلى G فتحة لX تكمل السير هكذا هنا نفس وهنا عكس الآن نقول تلك الجملة اللغوية نقول الدال G كيف هي متناقصة تماما على المجال ما هو؟ على المجال من ناقص ما لا نهاية إلى الواحد ومتزايدة تماما على المجال الآخر الذي هو من الواحد إلى غاية عفوا إلى غاية الزائد مالانيا هذا هو سؤال استنتج أو دراسة اتجاه تغيير الدل أفقط الدل G فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى السؤال الآخر ثم استنتج إشارة جي لX إذا نأتي الآن ونقول هكذا استنتاج إشارة ماذا جي لX هنا للاستنتاج ما علينا إلا الاستعانة بجدول التغيرات إذا كتبنا هنا جدول التغيرات دقيقوا كيف ذلك نستعين به بدون أن نقوم بحساب النهاية لأنه سوف تلاحظون شيء معين دقيقوا لماذا أستعين بجدول التغيرات يقول أحدكم وهل نكتب هذا في الوقت إجابة نعم وإلا كيف نجيب على إشارة ماذا إشارة جي لX دقيقوا أرجوكم إذن هنا عندنا أولا X من ناقص مالا نهاية إلى غاية زائد مالا نهاية وعندنا جي فتحة لX تنعدم عند ماذا تنعدم عند واحد نضع من هنا قلنا زائد وهنا ناقص وعندنا هنا جي لX جي لX معناء هكذا متناقصة ثم هكذا زائد دون حساب معنى إلا حساب هنا جي لواحد الذي يساوي نحن عندنا جي لX سيدينا واحد ناقص اثنان X في أسية ناقص X نقوم بحساب جي لواحد جي لواحد يساوي واحد ناقص ماذا ناقص اثنان في واحد في uphill في أسية ناقص واحد دقيقوا تصبح لنا واحد ناقص اثنان في أسية ناقص واحد التي تساوي ناقص اثنان على الأسية وهذه بطبعها قيمة موجبة أي ماذا أي دقيق أرجوكم أي أن جيلي واحد قيمة مجابة معنى هذه تساوينا ماذا تساوينا واحد ناقص الأسية عفوا يساوينا اثنان على الأسية وهذه بطبعها قيمة كيف هي قيمة مجابة نقول نلاحظ فقط لاحظ جيدا نلاحظ من جدول التغيرات أن جيلي اكس لاحظ جيدا ها هي آخر قيمة وصلت إليها كم إنها هذه حتى نفهم جيدا هذه إنها قيمة مجابة وهذا مجب لاحظوا وهذا مجب الآن مجب مجب نلاحظ أن آخر قيمة إنها أكبر من الصف لماذا لأن هذه القيمة لو نعدها بالآل حسب لا نجد لها ماذا نجدها صفر فاصل صفر فاصل معنى قيمة مجابة الآن ولاحظوا آخر قيمة وصلت إليها جي إنها القيمة المجابة هذه القيمة مجابة وهذه مجابة وهذه مجابة ماذا يمكن أن نقول على الدالة الآن عبارة جي إنها مجابة ها هي أمامكم أرجو قد فهمتم الفكرة آخر قيمة وصلت إليها الجي إلى صفر فاصل هذه تعد صفر فاصل الآن يعني صفر فاصل وهي قيمة حدية صغرى الآن فإن جي لإكس تصبح لنا أكبر تماما من الصفر فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال وتذكروا أن جي لإكس قيمة موجبة تماما نأتي الآن إلى الجزء الثاني قال نعتبر الدال لأف المعرفة على أر كما يلي أف لإكس سعينا إكس زائد واحد في واحد زائد اثنان في أسية ناقص إكس قال أحسب النهايات إذن نكتب هنا حساب النهايات ننطلق بأول نهاية سوف أذكركم بنهايات شهيرة عندنا ليمت أسية إكس لما إكس يؤول إلى الناقص ملانية هذه معروفة صفر وعندنا ليمت أسية إكس لما إكس يؤول أفوا قلنا لما إكس يؤول إلى الزائد مالا نهاية إنها زائد مالا نهاية هذا الأمر علينا أن نكون على دلائبه الآن ننطلق فصبحنا للمت إكس زائد واحد في واحد زائد اثنان في أسية ناقص إكس لما الإكس يؤول إلى ناقص مالا نهاية الآن لاحظوا هذا ماذا يعطي لكم؟ يعطي لكم ناقص مالا نهاية انظروا هذا يعطي لنا ناقص مالا نهاية وهنا ماذا نتحصل؟ تصبح لنا هنا أسية ناقص ناقص مالا نهاية طبعا هذه تعطي لنا زائد مالا نهاية الآن بينهما في تصبح لنا هكذا تصبح ناقص مالا نهاية وهنا الزائد ما يقول أحدكم الواحد الواحد لا يهمنا المهم أنه هذه أعطت لنا زائد مالا نهاية هكذا وهذه أعطت لنا ناقص مالا نهاية الناقص مالا نهاية في الزائد مالا نهاية ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا ناقص مالا نهاية ليس حالة دمتين أعيد ها هنا عرضت لنا ناقص مالا نهاية وهنا تحصلنا على الزائد مالا نهاية الناقص مالا في الزائد مالا نهاية إنها ناقص مالا نهاية الآن نأتي مباشرة إلى الزائد مالا نهاية نحن نقل 1 أفوا نقول x زائد 1 في 1 زائد 2 في أسية ناقص x لما X يقول إلى زائد ما لا نهاية يصبح يساوي إذن هذا الجزء يعطي لنا زائد ما لا نهاية وهذا يعطي لنا ماذا؟ يعطي لنا الصفر لماذا؟ لأن نصبح أنا أسية ناقس أسية ناقس في زائد ما له أسية ناقس ملني أسية ناقس مال إنها الصفر ويصبح لكم صفر معناها في واحد لأن هذا ذهب إلى الصفر بهذه القاعدة هنا أسية ناقص في زائد مالانية هي أسية ناقص مالانية أسية ناقص مالانية معروفة إنها ماذا؟ إنها الصفر فنتحصل على مالانية في واحد إذن مالانية في واحد ماذا تعطينا؟ تعطينا لك زائد مالانية أرجو قد فهمتم الفكرة بطريقة بسيطة لأن هذا الجزء ذهب إلى الصفر فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى السؤال قال أدرس اتجاه تغير الدالة F إذن نكتب هنا دراسة اتجاه تغير الدالة F إذن نقول الدالة F قابلة للاشتقاق وماذا؟ ودالتها المشتقة ماذا تصبح؟ تصبح هنا F فتحة لـ X يساوي ها هي الدالة F لكن تذكروا أن بما أن درسنا الجزء الأول متعلق بـ G فهنا هذه المشتقة أكيد مشتقة الدالة F أكيد سوف تكون لها علاقة بعبارة G ركزوا جيداً عندنا نحن قلنا أنه A في V يساوينا مشتقة أول عفوا مشتقة أول مشتقة أول في الثاني زائد مشتقة الثاني في الأول معناه فماذا نتحصل؟ مشتقة هذا وهو كم؟ واحد مشتقة الأول في الثاني ثم زائد مشتقة الثاني مشتقة الثاني مشتقة هذا العدد كم؟ إنه ناقص 2 في أسية ناقص X لماذا؟ لأن قلنا 2 في أسية ناقص X مشتقة هما هي؟ هي ناقص 2 في أسية ناقص X إلى المشتقة الثاني في الأول تصبح لنا تساوي ننشر هذا ينشر الواحد تصبحينا واحد زائد 2 في أسية ناقص X ثم هذا في هذا ناقص 2X في أسية ناقص X ثم هذا في هذا الذي هو ناقص 2 في أسية ناقص X أولاً عندنا هذا وهذا قد ذهب وتصبح لنا ماذا تساوي؟ تساوي لنا واحد ناقص 2X في أسية X وتساوي لنا G لـ X نقول ومنه F فتحة لـ X تساوي لنا G لـ X أي إشارة ماذا؟ إشارة F فتحة لـ X من إشارة ماذا؟ من إشارة G لـ X أي ماذا؟ أي F فتحة لـ X أكبر تماماً من الصفر لأن G لـ X أكبر تماماً من الصفر من الجواب السابق أرجو الآن قد فهمتم ما نقول ومنه الدالة F كيف هي؟ إذن نقول الدالة F متزايدة تماماً على المجال R بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن ثم شكل جدول تغيراتها نأتي الآن إلى جدول تغيرات نلاحظوا ها هو إذن نكتب هنا جدول تغيرات الدالة F هنا ما علينا إلا أن نقوم برسم جدول تغيرات ونقوم بملئه بطريقة جد بسيطة لاحظوا إذن هكذا وهكذا وهكذا ثم نقوم دائماً وأنصحكم باستعمال الأدوات المدرسية إذن عندنا أولاً X من ناقص مالا نهاية إلى الزائد مالا نهاية وعندنا F فتحة لX عندنا كيف هي؟ قلنا مجابة وعندنا F لX متزايدة إذن هكذا الدالة F متزايدة وجدنا ماذا؟ وجدنا أنه هنا عندنا ناقص ما لا نهاية وهنا عندنا الزائد ما لا نهاية فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى 2 ألف قال بيّن أن limit F لX ناقص X لما X سألها زي المنات سألها ماذا؟ واحد نكتب هنا البرهان أن ماذا؟ أن limit F لX عفوا إذن قلت F لX ناقص X لما X يقول إلى الزائد ما لا نهاية تسألنك واحد دقيقوا الآن نقول هكذا limit F لX التي هي X زائد واحد في واحد زائد اثنان في أسية ناقص X ناقص X هكذا لما X قلنا يقول إلى زائد ما لا نهاية تسألنك ننشر أصبحنا limit ثم هكذا هذا في هذا أصبحنا X وهذا في هذا زائد ماذا؟ اثنان X في أسية ناقص X ثم هذا في هذا أصبحنا زائد واحد ثم هذا في هذا زائد اثنان في أسية ناقص X ثم ناقص X هكذا أكيد لما X يقول إلى زائد ما لا نهاية أولا عندنا هذا وهذا قد ذهب هذا الشرط الأول فنكمل الآن سبحنا تسأل لنا limit ماذا؟ limit 2X في أسية ناقص X ثم زائد 2 في أسية ناقص X ثم زائد واحد لما X يقول إلى زائد ما لا نهاية الآن دقيقوا لدينا كذلك من جهة أخرى ماذا؟ أنه limit دقيقوا أرجوكم حتى تعلموا سبحنا limit عندنا الصية X على X قوة أن لما X يقول إلى زائد ما لا نهاية هذه زائد ما لا نهاية مقلوبها أي limit X قوة A على أسية X لما X يقول إلى زائد ما لا نهاية هذه تسأل لنا صفر هذه تتفهمها جيدا ماذا تصبح لنا؟ نصبح لنا معناه limit 2X على أسية X يعني هذا يأتي إلى المقام ناء زائد 2 في ماذا؟ في على أسية X زائد 1 لما X يقول إلى زائد ما لا نهاية إذن هذا طبقا إليه يصبح لنا صفر وهذه صفر لماذا؟ لأن قلنا أن limit 1 على أسية X لما X يقول إلى زائد ما لا نهاية هذه تساوي لنا الصفر فماذا ينتج تصبح لنا تساوي كم تساوي لنا 1 ها قد الآن وجدنا هذه النهاية بالتفصيل بعدها قال ثم استنتج معادلة لدالتا لاحظوا جيدا نكتب هنا استنتاج استنتاج معادلة دالتا المستقيم المقارب المائل بجوار الزائد ما لا نهاية لاحظوا جيدا نقول حتى هكذا حتى يكون دالتا مستقيم مقارب مائل للمنحنة CF يجب أن يجب أن تكون limit F ل X ناقص Y لما X يقول إلى زائد ما لا نهاية تساوي الصفر لاحظوا جيدا الآن هذا ماذا يعني يعني هذا الأمر تقيقوا أرجوك ونحن لدينا ولدينا أن limit F ل X ناقص X هكذا تساوي لنا واحد لما X يقول إلى زائد ما لا نهاية ومنه ماذا ينتج ومنه تصبح لنا limit ماذا F ل X ناقص X ناقص واحد يعني هذا ننقله إلى هنا حتى تفهموا جيدا ركزوا لما X يقول إلى زائد ما لا نهاية تصبح لنا كم تصبح لنا صفر هذا ماذا يعني لاحظوا الأمر جدا بسيط وانتبهوا تصبح لنا تساوي limit F لX ناقص استخرجوا من عندي هذا وهذا الناقص تصبح لنا ناقص X زائد واحد لما X يقول إلى زائد ما لا نهاية يساوي لنا صفر حيث الآن طابق limit F لX ناقص Y لما X يقول إلى زائد ما لا نهاية قلنا يساوي صفر فيصبح هنا F لX يقابل F لX وهذه هي هذه نقول ومنه نعم نقول ومنه CF يقبل ماذا يقبل دا يقبل مستقيم 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 عفوا نكتبها بخط أوضح يقبل مستقيم مقارب مائل دالت معادلته Y يساوي لنا X زائد واحد يعني هذه هي تلك معادلته يعني نهاية الفرق يجب أن نجدها كم صفر لكن لمن ل F لX ناقص Y هنا كان عندنا هذا نقلنا إلى هنا فأصبحت لنا ناقص X ناقص واحد استخرجنا ناقص لماذا حتى تحصل على القانون F لX ناقص Y يساوي لنا الصفر وها هي معادلة ماذا معادلة دالت فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى قال أدرس وضعية المنحنة CF بالنسبة إلى مستقيم دالت إذا نكتب هنا دراسة وضعية ماذا وضعية CF بالنسبة إلى ماذا إلى عفوا إلى دالت لاحظوا نقول ندرس إشارة الفرق من هو الفرق F لX ناقص Y على ماذا على R أي تصبح أنا F لX ناقص Y يساوي حيث نحن نملك أن دالت معادلة هي Y يساوي إكس زائد واحد هذه تذكرها الآن ماذا ينتج لنا تصبح هنا X زائد واحد في واحد زائد إثنان في أسية ناقص X ناقص ماذا X زائد واحد تصبح لنا نشر الآن هذا في هذا تصبح هنا X وهذا في هذا زائد إثنان X في أسية ناقص X ثم هذا في هذا زائد واحد ثم هذا في هذا هو زائد إثنان في أسية ناقص X هكذا ناقص X هذا هنا وهذا هنا ناقص كم ناقص واحد أولا ماذا ينتج أولا يذهب هذا وهذا 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 ماذا يبقى لنا يا أبنائي لاحظوا نقطة نقطة حتى تتعلم تتعلم وركزوا معي جيدا إذن فتصبح لنا تساوي نستخرج من هنا ومن هنا عامل مشترك فماذا ينتج لنا تتبعينا 2X زائد 2 في أسية ناقص X لكن لكن ماذا لكن أسية ناقص X معروفة أنها قيمة مجابة أي ماذا نأتي الآن إلى الجدول منه صفة نتعلم الآن نلاحظوا جيدا هكذا وهكذا دقيقوا فقط وعندنا هكذا إذن نلاحظوا وعندنا هكذا انتبه أرجوكم إذن الآن ننطلق عندنا أولا X من ناقص من ناقص مال نهاية إلى الزائد مال نهاية من هو المسؤول هذا هو المسؤول يعني تصبحنا هنا 2X زائد 2 نحن نعلم أن 2X زائد 2 يسوي 0 معناه 2X يسوينا ناقص 2 أي X يسوينا ناقص 2 على 2 أي X يسوينا ناقص 1 إذن فتصبحنا هنا ناقص 1 نضع هنا رمز هكذا لاحظ جيدا إذن هنا نفس وهنا عكس وتصبحنا هنا F ل X ناقص Y إذن هنا ناقص زائد وعندنا هنا نضع هكذا ونكتب هنا الوضعية الوضعية إذن هنا عندنا نقول CF يقع أسفل دالت وهنا CF يقع فوق دالت وهنا CF يقطع ماذا يقطع دالت فقط أرجو قد فهمتم الآن الفكرة بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى ثالثا قال أثبت أن المنحنى CF يقبل مماسا وحيدا T يوازي دالت يطلب تعيين معادلة له إذن نكتب هنا إثبات أن المنحنى CF يقبل ماذا يقبل مماسا كيف هو وحيدا اسمه T حيث ماذا حيث T يوازي دالت نقول T يوازي دالت معناه ماذا معناه لهما نفس معامل التوجيه أي ماذا معامل التوجيه أي نحل أي ولدينا ولدينا ضالت معادلته يساوي لنا X زائد واحد هنا هذا الواحد هنا واحد هو معامل التوجيه أي نحل المعادلة من هي A فتح ل X يساوي لنا واحد قلت هذا هو معامل التوجيه فتصبح لنا ماذا حيث A فتح ل X قلنا أنها تساوي G X لاحظوا جيد إذن نحل هذه لكن نحن نعلم أن G X لدينا أن G X تصبح لنا نحن تساوي لنا واحد التي هي واحد ناقص اثنان في X في أسية ناقص X ويساوي لنا الواحد نأتي بهذه القمة نعوذ وهنا ناقص اثنان X في أسية ناقص في أسية ناقص X يساوي لنا واحد ناقص واحد أي ناقص اثنان X في أسية ناقص X يساوي لنا الصفرة ومنه ماذا ينتج لاحظوا جيدا حتى تتعلم ومنه ينتج أن ماذا أن أسية ناقص X لكن مجب أي ماذا أي ناقص اثنان X هي التي تساوي الصفرة أي أن X يساوينا الصفر على ناقص اثنان اكس يصبح يساوينا كم يساوينا الصفر نقول كجواب ومنه لاحظوا نقول ومنه سي اف يقبل ماذا يقبل مماسا تي وحيد عند النقطة ذات الفاصلة كالفاصلة الصفر فقط ثم بعدما انهينا مع هذا نأتي الان الى معادلة تي اذا نكتب هنا معادلة المماس من هو المماس تي عند ماذا عند اكس صفر يساوينا الصفر نحن نعلم ان معادلة المماس حينا ايجراج يساوينا اف فتحة لصفر في اكس ناقص صفر زائد اف لصفر الآن اف فتحة لصفر يساوينا كم يساوينا واحد ناقص اثنان في صفر في اسية الصفر التي يساوينا واحد واف لصفر يساوينا واحد زائد الصفر في واحد زائد اثنان في اسية ناقص هكذا الصفر لاحظوا جيدا اذا هكذا وتساوينا ماذا واحد في واحد زائد اثنان وتساوينا الثلاثة نأتي بهذه القيمة نعوذها هنا ونأتي بهذه القيمة نعوذها هنا ايجراج يساوي لنا واحد في اكس زائد ثلاثة اي ان ايجراج يساوي لنا اكس زائد ثلاثة هذه هي معادلة المماس تي فقط ابنائي بعدما انهينا مع هذا السؤال نأتي الان الى السؤال الاخير الذي يظهر في الاصل انه الاخير لكن هو في الاصل يوجد سؤال قبله قال باستعمال المنحنة cf هي قيم الوسيط الحقيقي ام حتى يكون للمعادلة افل اكس يساوي لنا اكس سائد ام حلين مختلفين اولا نقول هنا رسم ماذا cf في رسم cf ابنائي اولا نقوم برسم دالتا الذي هو المستقيم القارب الذي معادلته ايجراج يساوي لنا اكس زائد واحد نستعمل هنا الجدول المساعد اكس وايجراج اولا اذا كان الاكس يأخذ لنا صفر فالاكس يساوي واحد واذا الاكس اخذ لنا واحد الاكس يساوي لنا اثنان النقطة الاولى اللي هي صفر مع واحد هنا والنقطة الثانية التي هي واحد مع اثنان في هذا الموضع ثم نقوم بالربط ما بينهما هكذا تقيقوا ارجوكم ها هو اولا ونكتب عفوا اذا قلت علينا ان يكون الرسم دقيق حتى تكون نتائجنا دقيقة اذا اولا هكذا وسميناه ماذا سميناه دالتا الذي نكتبه من هذا الجهة افضل اذا دالتا الذي معادلته ايجراج يساوي لنا اكس زائد واحد ركزوا لماذا لانا سوف نستعمل المطابقة مع المناقشة البيانية عندنا هذا ايجراج عندنا كذلك ما نسميه كذلك دا تي تي نرسم يجب على ان نرسم وهو كذلك هنا اكس و ايجراج اذا اخذ الاول صفرة الاخر يأخذ لنا كم ثلاثة عفوا ان قلت ثلاثة واذا اخذ لنا واحد يأخذ لنا كم اربعة انا نصبح هنا ثلاثة صفر مع ثلاثة انها في هذا الموضع وعندنا الواحد مع الاربعة معناه يكون في هذا الموضع ثم نقوم برسمهم حيث يكون متوازيان هكذا هل تفهموا الفكرة العامة لاحظوا جيدا اذا ها هو امامكم ونضع له كذلك اذا قلت سميناه تي نراحظوا اذا تي معادلته هي هكذا ايجراج يساوي اكس زائد ماذا زائد ثلاثة الآن لكن نحن قلنا نقطة تماس في هذا الموضع لماذا لان قلنا عند اكس يساوي الصفر هذه النقطة هذه النقطة اذا سميناها احداثها صفر مع الثلاثة لاحظوا جيدا وعندنا كذلك الوضعية انظروا يتقاطع عن دالتا مع ماذا مع المنحنة في الصفر يعني هنا نقطة التقاطع في هذا الموضع الآن يا ترى كيف يأتينا رسم اكيد سوف يأتينا من هنا ويبدأ بالصعود لاحظوا يبدأ من هنا بالصعود هكذا ليصل الى هذه نقطة التماس دقيق جيدا لاحظوا هكذا وينطلق الى هنا ثم يعود لاحظوا ها هو كيف يرسم منحنة هذه الدالة فقط لاحظوا ها هو المنحنة ونسميه سي اف نسبة الى الدالة التي اسمها اف دقيقوا ها هي قلت نقطة ماذا نقطة التماس حتى تفهموا الفكرة جيدا وها هو لان هنا عندنا دالتا لكن هنا لا يوجد لنا عندنا الدالتا حتى نفهم الفكرة فها هو بدأ بالصعود من هنا وصل الى نقطة التقاطع انظروا ها هي نقطة التقاطع ثم سعد الى ان وصل الى هذا المكان ثم اتجاه هكذا حتى نفهم فكرة هذا هو رسم هذه الدالة فقط ابناه بعدما انهينا مع هذا السؤال نأتي الى السؤال الاخير الذي قال تعيين قيم اذا نكتب هنا تعيين قيم الوسيط ام حتى المعادلة التي معادلة والتي هي افل اكس تساوي ان اكس زائد ام تقبلوا حلين كيف هما مختلفين لاحظوا جيدا اولا نقول الحلول البيانية للمعادلة افل اكس تساوي ان اكس زائد ام هي ماذا هي فواصل نقطة ماذا نقطة تقاطع فواصل نقطة تقاطع سي اف و المستقيم ذو المعادلة ايجراج اذا قلت ايجراج يساوي ان اكس زائد ام الان ما طبيعة اولا هذه المناقشة نلاحظ ان هذه المناقشة هي مناقشة كيف مائلة لماذا حيث اذا سمينا هذا دالتا دالتا كيف هو نسميه دالتا ام حيث ماذا حيث دالتا ام يوازي دالتا ويوازي لنا ماذا ويوازي لنا تي لاحظوا هذا وهذا وهذا كلهم متوازية لماذا لان انظروا هنا كم المعامل واحد وهنا واحد وهنا واحد ان هذه المناقشة هي مناقشة مائلة ان لم تعرفوا طبيعة المناقشة دائما نعطو قيم لام وارسموه على الاقل مستقيمين مثلا نعطي له مثلا نعطي له واحد سبحانه إيغلاق يساعدوننا إكس زائد واحد إكس زائد واحد هو نفسه هذا المستقيم هيا بي ماذا تقلق أيضا على الأقل نرسم مستقيمين نعرف الوضعية هذا وهذا كيف هم متوازين إذن إنها مناقشة كيف هي مائلة حتى تفهم الفكرة جيدا يعني هنا يمكن أن نلخص نقول بين قوسين مناقشة كيف هي مناقشة مائلة كيف هي مناقشة مائلة يا أبني الآن لاحظوا كيف يتم لكن هو يريد هذا المستقيم هذا المستقيم الذي سوف أريكم إياه ها هو المستقيم هكذا الآن ها هو بدأ بالصعود هل يجد لنا تقاطعات؟ نعم يوجد تقاطع وحيد ها هو أمامكم ثوف يزيد في الصعود هنا نعم يوجد تقاطع نزيد ها هو بدأ يوجد لنا الآن في هذا المكان كم يوجد لنا من تقاطع؟ وحيد يعني واحد الآن إذا زاد هنا انظروا كم يوجد لنا الآن من تقاطع؟ ها هو واحد سوف أستعمل ملون أفضل ها هو واحد وها هو واحد في رأيكم من ماذا؟ يعني من هذا المكان يبقى تقاطعيني 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 إلى غاية هنا آم معناه من أين يكون يا أبنائي؟ أكيد سوف يكون الآن من هذا الموضع إلى غاية هذا الموضع سوف نستعمل باللون مؤخر هذا من هنا إلى غاية هنا يعني نقول قيم آم حتى المعادلة تقبل ماذا؟ تقبل حلين مختلفين هي أنه آم يكون محصور ما بين واحد وثلاثة ما بين الثلاثة والواحد فقط لما تكون هذا المستقيم يتغير من هنا من الواحد إلى الثلاثة تكون للمعادلة حلان لماذا؟ لأنه انظروا انظروا هنا بالمطابقة أم كم؟ إنه واحد وهنا بالمطابقة كم أم؟ أم إنه ماذا؟ إنه ثلاثة حتى تفهم الفكرة جيدا لاحظتم؟ هذه هي قيم آم فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة طهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته